طيب دايما في سؤال ييجي في ذهن الناس هل الطفل اللي تكون تمام عن طريق الحقن المجهري يختلف عن الأطفال التامية يا سلام والله أشكرك على هذا السؤال ليه بقى أشكرك على هذا السؤال لأن أنا ضدي جدا مش أنا مش أنا لا ده المنظمات العالمية في علاقة آخر الإنجاب بتقول مفيش حاجة اسمها حمل طبيعي و حمل حقن مجهري هو الحمل حمل الحمل حمل كل اللي عملناه بالحقن المجهري نحن وصلنا الحمل ما أنا وللبغيضة لكن في حاجة اسمها نيتشرال بريجنس يعني نيتشرال تلقائي محدش ساعد فيه محدش ساعد واسستد يعني ساعدته ساعدته بإيه بأطفال النبيب و الحقن المجهري بس وانس دخل في الرحم وثبت هو جانين طبيعي تماما تماما لدرجة أنا أنا بقول لحالات بتاعم الحمل المجهري لو أنت يا الآن من القصة دي أنا عاوزك بعد ربنا يشاء وتحملي تابعي مع أي دكتور أمراض نسا وما تقول لهش نك عاملة أطفال النبيب و حمل المجهري لأنه مش هيفرق ومش هيعرف ومش هيفرق في شيء وفي الآخر هو جانين سليم تماما